موسيقى السلام عليكم ربما يكون منشأ العولمة اقتصادياً هدف من ورائه إلى إيجاد سوق عالمية مشتركة لاستقبال منتجات الدول الصناعية الكبرى وبضائعها لكن الأمر لم يعد مقصوراً على البعد الاقتصادي فالعولمة التي تعتمد آليات معقدة بعد ثورة المعلومات والاتصالات ونمو رأس المال العالمي واتساع نشاط الشركات متعدية الجنسيات أخذت العولمة بعد ذلك كله تذيب الفوارق الطبيعية بين الأمم والشعوب لصالح أنموذج الحياة الغربية وبمعنى أدق الأمريكية ونتيجة لهذه الهالة السياسية والاقتصادية والفكرية الكبيرة التي تولدها عجلة الإنتاج الغربي ثارت جملة من الأسئلة المتصلة بطبيعة وقوة هذا التأثير ومآلاته في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نتوقف مع ظاهرة العولمة لنبحث في مفهومها وجوهرها وكذلك في درجة تأثيرها على شريحة على شريحة الشباب العربي ونقول الشباب لأنه الفئة الأكبر عددا والأكثر تأثيرا في المجتمعات العربية على أن ينتهي بنا الحديث إلى تقرير إذا ما كانت العولمة صارت قدرا مقدورا لا مفر منه وعلى الشباب العربي أن يؤقلم نفسه معه وإذا ما كان الأمر كذلك فكيف سيكون هذا التأقلم نتابع تفاصيل هذا الحديث بعد متابعة تقرير الزمين محمد وهبة كغيرها من المجتمعات حول العالم وجدت المجتمعات العربية نفسها أمام مسار إجباري نحو ننخراط فيما اصطلح على تسميته عصر العولمة مدفوعة في ذلك بما يحياه العالم من ثورة تكنولوجية ومعلوماتية حولت العالم فعلية إلى قرية كونية صغيرة وعلى الرغم من أن فكرة إيجاد قوة تدير العالم كانت من إبداع المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وكانت دافع من ورائها عسكريا في المقام الأول إلا أن مصطلح العولمة اتسع ليشمل السياسة والاقتصاد والثقافة بصورة تضمن سيطرة النموذج الحضاري الغربي على مجمل المشهد العالمي أما عن المجتمعات العربية فقد دخلت عصر العولمة من دون استعدادات كافية تحفظ لها نوعا من التميز عن غيرها الأمر الذي نجم عنه تمس لهوية قطاعات من الشباب العربي إذ أزيلت الحواجز الجغرافية والثقافية والقانونية أمام البضائع والثقافة الوافدتين فأثمر ذلك نوعا من العادات الاستهلاكية والثقافة التشاركية التي تجمع الناس على اختلاف بلدانهم ومعتقداتهم بل بلغ الأمر من الخطورة أن يدعو البعض إلى صياغة دين جديد في المنطقة العربية بهدف تحقيق المصالح التي تعرقل الهوية الدينية تحقيقها على حساب مصالح الشعوب العربية ومقدساتها وحقوقها الثابتة غير أن العولمة بالطبع لم تحمل فقط كل سلبي إذ أن زوال الحواجز والتشاركية الدولية في الثقافة والاقتصاد أوجدت نوعا من السلام العالمي القائم على المصالح المشتركة بين مختلف الدول والمجتمعات ما يفرض على العرب وفي القلب منهم الشباب أن يتفاعلوا مع معطيات العولمة مع الحفاظ على هويتهم العربية والإسلامية وتمايزهم الحضاري عن غيرهم من المجتمعات للتعليق على هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيوف الحلقة عبر سكايب من الدار البيضاء الأستاذ أحمد القاري المدون والكاتب المغربي وعبر الهاتف من تونس العاصمة الدكتور أنور جمعاوي الباحث في مركز حوار الحضارات والأديان المقارنة بتونس أهلا بضيفينا الكريمين نبدأ من الدار البيضاء أستاذ أحمد عن يومنا هذا بأي مفهوم يمكن أن تقدم العولمة وتحديدا أقصد من ناحية بنيتها أعتقد أن العولمة هو أمر واقع الدرجة اللولة هي أمر واقع فرض نفسه بسبب وجود فتوحات كبيرة حدثت في الأخوة الأخيرة في مجال انتقال العلومات والاتصالات وسائل النقل والإنتاج التجاري ورفع الحواجز أمام التجارة العالمية كل هذا فتح الباب لتنقل الصلاع والأفكار وعبرها للحدود بطريقة أسهل من السابق وأسرع من السابق وهو ما أوجد مصطلح العولمة الذي انتشر استخدامه في العقود الثلاثة الأخيرة وأوصلنا إلى هذه المرحلة التي نوجد فيها الآن هذا البرنامج نفسه هو نموذج ما وصل إليه العالم بساطة الامتصال بساطة تحرك الأفكار انهيار الحدود انهيار حواجز الحدود هذا معطن الآن معطن العولمة هو معطن واقعي لا بد من التعامل معه قبل أن نستبق الحديث بأنه أمر واقع ولا بد وربما هذا نبحثه في الحلقة الأخيرة أستاذ أحمد ولكن من ناحية بنيتها وليس وظيفتها يعني هل العولمة عندما ذكرت بأنه انهيار الحدود لو تحدثنا أكثر لنفترض أن ربما نحتاج إلى مزيد من التفصيل حتى ندرك كنها هذه العولمة حقيقتها وهي حديث الأحادي والجماعات في المجتمعات العربية وحتى العالمية والدولية ماذا يعني انهيار الحدود والحقيقة انهيار الحدود بشكل جزئي انهيار الحدود أمام حركة السلع بسبب اتفاقيات التجارة العالمية وتخفيض الحوازي الجمركية ومن ناحية ثانيا انهيار الحدود أمام انتقال معلومة بسبب شبكة الإنترنت الفتحة العظيمة في التاريخ البشرية ووصول هذه الشبكة إلى كل الناس ومشاركة الناس أنها فتحت الباب للناس لتشارك وتعطي أفكارها ولتتخاصم الأفكار وفتحت الباب للمحتوى لينتقل من بلد إلى آخر كذلك الفتحات التي حققت على مستوى البرمجيات مثلا الترجمة الآلية التي تتيح الآن للشخص أن يطلع على النقاش العام في بلد آخر بلغة أخرى عن طريق الترجمة الآلية مثلا فهذا هو المقصود بانهيار الحدود هو انهيار جزئي أمام المعلومة وأمام السلع دعني أتحول إلى تونس دكتور أنور ركز الأستاذ أحمد في الدار البيضاء على قضية البعد الاقتصادي أو منشأ الاقتصادي للعولمة وتحرك البضائع وتحرك حتى تحرك الأفكار لكن إذا ما كان منشأها اقتصاديا برأيك إلى أي مدى تحولت هذه العولمة بتياراتها وتأثيراتها ونفوذها إلى أي مدى تحولت إلى بعد أيديولوجي سياسي عقدي شكرا لترحكم هذا الموضوع الحضاري الرائمي الموجود بالنسبة إلى الحلمة هي حال حضارية مشهودة يعني قديم وحديثا ما تمتز في العولمة من جهة أنها تديوز الحروض وتسعى إلى برورة برورة قرنية تقوم على أساس اختصار المسافات وهدم الحواجز هذا التصور إلى جانب كونه يحمل أبعادا اقتصادية يحمل خلفية أيديولوجية من جهة أننا أصبحنا نتحدث بعد الحرب العالمية الثانية وبعد نهاية الحرب الباردة عن نموذج حضاري جديد هو نموذج الليبرالي الرأسمالي الذي يحمل خلفية أيديولوجية معينة تقدم نموذجا سلوكيا وأخلى قويا وحضاريا للناس وهذا النموذج يحاول أن يبرز انتثار العقل الرأسمالي على الاشتراكية في المستوى الاقتصادي وأن يقدم الليبرالية باعتبارها بديلا للأنظمة الشمولية أو للأنظمة الأحادية أو الشموعية في إدارة أشياء السياسي فبعض الذين ينظرون للعولمة ينظرون لها باعتبارها فكرة الرجل الأبيض باعتبارها فكرة الإنسان الغربي الذي يحاول أن يقدم نموذجا حضاريا ويفرضه على العالم ومعلوم أن هذا التوجه هو توجه ينتمي بالامتياز إلى ما يسميه سمير أمين بالتأسيس لعصر المركز والهامش عصر المركز والأطراف فالإنسان الأوروبي خصوصا والغربي عبوما يعتبر نفسه ينطلق الحقيقة ويعتبر نفسه قد بلغ درجة معتبرة من التحضر وأنه قادر على تصدير نموذجه الحضاري على الآخر ولما لا فرضه على المجتمعات المجاورة طيب نتحدث يعني أبقى معك دكتور أنور فيما يتعلق بآليات عمل العولمة من حيث هي منظومة دولية تقوم على تنميط الحياة وإزالة الفوارق والتباينات الطبيعية طبعا بين المجتمعات والأمم والحضارات والشعوب هذه العولمة أو النظام الدولي أو الكوكبية بحسب الترجمات ما الآليات التي تعمل بها تحديدا في البعد المجتمعي يعني كيف تعمل هذه العولمة تأثيرا في بنية المجتمعات الأخرى التعامل مع العولمة وكيفية اشتغالها يمكن أن نميز بين مستويين أساسيين المستوى الوظيفي للعولمة والمستوى البنيوي للعولمة فمن الناحية الوظيفية تشتغل العولمة خاصة على استغلال أو الاستثمار في ثورة الاتصالات الحديثة وفي التطور التقن المسهود في العالم وتعتمد أساسا على ثورة المعلومات وعلى الشركات العاغرة للقوميات والجنسيات وعلى فكرة السوق الممتد عبر نحاء العالم هذا السوق الذي لا يعترف بالحواجل القومية أو الدينية أو العرقية أو الجغرافية فمن الناحية الوليفية تستمد فكرة العولمة إلى استثمار اتقانة في الترويز لنموذج حضاري معين هو بالأساس نموذج الغربي في تجلياته الليبرالية والرأس مالية لكن هذا الاشتغال بالنسبة إلى العولمة يستمد إلى بنية البنية التي تتأثس عليها العولمة هي ما يسميه روزي جارودي أن يذهب روزي جارودي إلى أن السوق هو ديانة رجاء جارودي نعم رجاء جارودي يقول بأن السوق هو ديانة العولمة فالعولمة هي إعادة إنتاج لعلاقات الهيمنة يعني انتقلنا من مرحلة الاستعمار المباشر التي كانت سيارة وموجودة خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وبعد ثورة التصنيع التي شهدت أوروبا كانت أوروبا في حاجة إلى أن تروج لمنتجاتها وإلى أن تجد لها أسواق جديدة لذلك تم شن حروب بحثا عن أسواق جديدة الآن بعد الحرب العالمية الثانية أصبح هناك توجه لتكريس الهيمنة هيمنة الإنسان الغربي هيمنة النموذج الحضاري الغربي في مستوى سياسي وفي مستوى اقتصادي ومحاولة لبيان أن التاريخ الراهن أو التاريخ الحداثي هو تاريخ غربي بامتياز ولا يمكن للإنسان أن ينتمي إلى الحضارة أو إلى الحداثة من منظور غربي إلا إذا تكيف مع الرأسمالية وإذا استوعب الفكرة الليبرالية بتجليتها المختلفة يعني هنا تصبح الرأسمالية تشتغل على التكيف الهيكلي وعلى التدقيق المالي وعلى محاولة دخول الأسواق واستتباعها بشكل يجعلها خادمة للرأسمالية الاقتصادا والليبرالية إيديولوجيا طيب في سياقها الزماني وهنا أسأل أستاذ أحمد في الدار البيضاء في سياقها الزماني هل يمكن القول أن العولمة هي أستاذ أحمد هل يمكن القول أن العولمة هي مرحلة تاريخية تطور طبيعي أو مرحلة حتمية بمعنى أنها تطور تاريخي طبيعي في المجتمعات البشرية ناتج عن تراكم معارفها الثقافية والفكرية والسياسية أم أن العولمة هي أحد مظاهر هيمنة القوي والمنتصر في نهاية الأمر أعتقد أن هذا الأمر معنا من ناحية هناك تيسر التواصل وحركة المعلومات وحركة السلع بين البلدان وصلنا إلى مرحلة عولمة فعلية خاصة بعد تجربة القطيعة التي كانت بين أجزاء كبيرة من العالم بسبب الحرب الباردة ومن ناحية أخرى كما ذكر الدكتور أنور المنتصر في الحرب العالمية الثانية الإنسان الأبيض الأوروبا والغرب عموما أوروبا وأمريكا لديهم غرور المنتصر لديهم رغبة في أن يفرضوا نموذجهم على أنه نموذج المثالي على أنه أفضل ما وصل إليه البشر وقد مهدوا لذلك بنظريات وكتب ونقاشات ليقولوا أن النموذج الليبرالي الغربي هو أحسن ما يمكن أن تصل إليه البشرية وليبرروا بذلك لفرضه على باقي الشعوب في عملية إخضاع يعني يريدون إخضاع باقي الشعوب لنفس النموذج الغربي الليبرالي باعتباره صالحا لكل الأمم إخضاع أفهم منك أنها كامنة في جوهر العالمة؟ هي كامنة في جوهر السلوك الغربي يعني منذ بدأ الأوروبيون غزواتهم للعالم فسلوكهم قام على أن يحلوا يعني دينهم محل الأديان الأخرى ولغاتهم محل اللغات الأخرى وأن يخضروا الشعوب الأخرى بحيث تكونوا عبيدا لهم أستاذ أحمد هذه النقطة المهمة التي تشير إليها هل سمت ترتيبات عضوي بينها وبين العولمة؟ بمعنى هل هذه هي العولمة أو أحد مظاهرها يعني تعميم النمط الغربي مقصود به إخضاع الشعوب غير الغربية لنمط الحياة والتفكير الغربي هل هذا ما تريد أن تقوله؟ أقصد أن هذا السلوك الغربي القائمة على الهيمنة هو سابق للعولمة فلما جاءت العولمة تم استغلالها والاستفادة منها لاستمرار نفس الجهد الهيمنة والسيطرة والاستعمار بشكل جديد الاستعمار عن طريق آلة دعائية رهيبة الاستعمار عن طريق الوصول إلى أذهان الناس والسيطرة عليها الاستعمار عن طريق تسويق نمط حياة معين ونمط استهلاك ونمط تفكير يجعل باقي الشعوب دائما تشعر بأنها أقل من هذه الشعوب التي ترى نفسها مركز العالم وترى نفسها الوحدة المؤهلة للقيادة ووحدة المؤهلة للحصول على معظم ثروات العالم وإمكانياته وأن لا تبقين غيرها من الشعوب الموجودة حسب نظرها في الأطراف إلا الفتات فكما استفاد الغرب من كل الوسائل السابقة من كل التطورات التي حدثت في النقل البحري في اختراع الكهرباء في اختراع وسائل أسلحة ودمار استفاد أيضا من العالمة لتكون أداة ووسيلة من وسائل الهيمنة والتأثير والسيطرة والسيطرة وإلغاء الآخر وتهميشه هكذا أعتقد أنها تستغل وتستخدم اليوم من طرف دول الغرب ومجتمعاتي للأسف إذن العلماء من حيث كونها تنميط للحياة وإزالة للفروقات والفروقات الطبيعية بين الأمم والشعوب إلى أي مدى نجحت في إحداث هذا الهدف وخصوصا في المجتمعات العربي هذا ما نبحثه بعد وقفتين قصيرة ترجمة نانسي قنقر حياكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن أبعاد العلمة في واقع الشباب العربي ينضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذ محمد الفضل البحث في قضايا الفكري والثقافة من الخرطوم عبر تطبيق سكايب أهلا وسهلا بك أستاذ محمد ربما يكون المصطلح الذي سكه المنظر الإعلامي الكندي مارشيل مكلوهان عن موضوع أن العالم صار قرية كونية أو قرية كوكبية أو قرية صغيرة أي أن تكون الترجمة الذي همنا هو المعنى من أدق التعابير عن العلمة سؤالي هو أي تأثير لهذه الهالة الإعلامية الكبيرة التي أنتجتها العلمة وعجلة الإنتاج الغربي تحديدا سواء على المستوى الاقتصادي أو الفكري هذه الهالة الإعلامية أي تأثير أحدثته في بنية المجتمعات العربية وتحديدا أتحدث عن الشباب الفئة الأهم طيب سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله دعنا نعود قليلا إلى الوراء مع بداية الحصر في المصطلح من العلمة قليلا مناتي شميلة بصورة سريعة لأن المتحدثين من قبل الزوء مخيرا أغلبهم متحقون على تعيث للعلمة وأن العلمة هي جزء الاستعمال وهي ممتظ مربوط بالرأس المعالية ومربوط بالدولة الحديثة وهو أضوع الرأس المعالية والدولة الحديثة والعولة الحديثة ولكن أول دراسة جادة من الموضوع في نظري كانت عند كارماركس وهناك عورين من أطوار كارماركس كارماركس قبل أن يذهب إلى بريطانيا وكارماركس بعد أن ذهب إلى بريطانيا هناك أوراق موجودة طيب يمها المخطرة الألماني المعروف طيب أنا أعتذر منك أستاذ محمد يعني الصوت لا يصلون بشكل واضح ولا يحقق الغرض منه لعله مشكلة في المصدر سنعود إليك بعد قليل لو سمحت وأستأذن منك العودة إلى تونس مرة أخرى لأسأل الدكتور أنور في الحديث عن نفوذ الثقافة الغالبة التي تسمى اليوم العولمة أو الكوكبة دكتور أنور في تونس هل تتساوى المجتمعات البشرية في الاستسلام أمام التأثيرات الفكرية والمجتمعية للقوي أو للغالب أو للمنتصر أو المتفوق أم أن هناك عوامل محددة هي التي تضبط درجة تأثر كل أمة أو مجتمع بهذه العولمة؟ طبيعي جداً لا يمكن أن نخيص مستوى التأثر حتى داخل المجتمع الواحد مستوى التأثر بالعولمة تتباين فما بالك بين مجتمعات مختلفة ذلك أن مستوى الإدراك المتلقي للعولمة يختلف من فرد إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى ومن مجتمع إلى سواه لذلك أنتم ترون مثلاً أن بعض الدول المتقدمة حافظت على خصوصيتها الحضارية رغم انفتاخها وانخراتها فيما يعرف بالمشهد العولمي المعاصر خذ مثلاً على ذلك ماليزيا والصين وأيضاً تركيا مثلاً هذه الدول انفتحت اليابان مثال آخر جيد انفتحت على المشهد الكوني وحاولت أن تؤثر وتتأثر في نفس الوقت وحافظت إلى حد ما على هوية الثقافية الخاصة على عادتها على تقاليدها على إرتها المعناري على لغتها الفاعلة وبذلك فإن قدرة المجتمع على التفاعل مع العولمة يختلف من بلد إلى آخر ويتباين هذا الأمر من مجموعة بصريف هذا الاختلاف دكتور أنور يعني هو الهدف من سؤالي أن نعرف منك أن نحدد معايير الاختلاف في درجة التأثر لماذا مثلاً تتأثر مصر العراق الشام مثلاً بدرجة أكبر مما تتأثر به على سبيل المثال الصين أو كوريا أو روسيا ما العوامل هنا؟ جيد في هذا السياق يقول العلمة عبد الرحمن بن خلدون إن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها يعني هذه الدولة العربية التي سبقاً ذكرتها عانت ويلات الاحتلال والإستعمار والمغلوب مولع بتقليد الغارب كما يقول بالخلدون في المقدمة في السلوك واللباس واللسان لذلك فإن هذه الدول التي عانت حالة التغلب بالقوة بقوة السلاح من جانب المعسكر الغربي ربما تجدها شاشة في مواجهة هذا التحدي أو هذه القوى الأجنبية لكن هذا لا يمنع من أن الدول العربية ما زالت إلى حد كبير تحافظ على هويتها فهي تمسكت بلغتها فاللغة العربية ما زالت دغة رسمية سيارة وفعلة داخل المشهد التواصلية العربي يضاف إلى ذلك أن العربية ما زال يعتز بانتمائه الأسري ما زال يحافظ على عاداته وتقاليده لكن فكرة الهشاشة في مواجهة العولمة يمكن أن ترجع أساساً إلى ضعف الدور الذي تقوم به قنوات تشكيل الوعي أعني بقنوات تشكيل الوعي أولاً النوات الأسرية ثانياً النوات التربوية التعليمية يعني المؤسسة التربوية أو الجامعية وثالثاً وسائل الأعلام وما تلعبه من دور في تنمية هذا الشعور بالأتذاج بالانتمائي إلى هوية عربية أو إسلامية فهذه المؤتيات هذه الفواعد إذا كانت تقوم بدوري على أحسن وجه أعني الأسرة المؤسسة التعليمية المؤسسة الدينية المؤسسة الإعلامية هذه المؤسسات عليها المعول في تشكيل جيل أو مجتمع قادر على المؤسسة نعم دكتور هذا الحديث سابق لأواني سنبحثه بعد قليل إن شاء الله تعالى ولكن لو أذنت لي أن أبني على ما تفضلت بذكره لأسأل أستاذ أحمد في الدار البيضاء ربما انتشرت كثير من الظواهر الغريبة عن المجتمعات العربية في سلوكيات وأفعال الشباب أستاذ أحمد لكن ثمت من يقول إن المشكلة أعمق من ذلك أعمق من مجرد مظاهر على جوارح الشباب العربي متأتية من المجتمعات الغربية المشكلة أعمق من ذلك تنسحب على قضية منطق التفكير لدى الشباب العربي فكثيرا من الشباب الآن سواء كان من المثقف أو حتى من دونهم من الناحية التعليمية هو يرى الحق أو الصواب أو الخير كما يراه العقل الغربي ويرى القبيحة أو السيء أو الشر كما تحدده الحضارة الغربية اليوم أي نجاعة لهذه المقاربة وهذا الرأي برأيك والتأثر واضح وكبير في مجتمعاتنا بهذه الهجمة الدعائية الهائلة من نمط الحياة الغربية عن طريق كل هذه الوسائل التي تعتمدها العلماء لكن في الوقت نفسي هناك مقاومة شعبية مقاومة من الفرد لا يستحن بها قبل المقاومة أستاذ أحمد أريد أن أحرر هذه المسألة معك حقيقة هل ترى حقيقة أن الشباب العربي بالفعل خضع منطق تفكيره إلى أليات العقل الغربي بمعنى أنه يرى الحق فيما يراه الغربي لا تحدثوا على الإطلاق وإنما تحدثوا على صيغة الإجمال لأن هذه المسألة إذا ما حررناها ينبني عليها حديث بعد ذلك هل أنت من الموافقين على هذا الرأي ولماذا؟ أنا أعتقد أن الحالة في منطقتنا هي حالة هزيمة وهي هزيمة قديمة مرتبطة بالاستعمار ومرتبطة بالهزيم التي تلته في كل مواجهات التي خادتها أمتنا فحالة الهزيمة جعلت سلوك الشباب وسلوك الناس تجاه دعاية الغربية قوية جدا عن طريق وسائل الإعلام عن طريق الإنترنت وعن طريق كل ما يتلقاه الإنسان أمامه من مشاهد يعني سببت شرحا وسببت هزيمة في طريقة رؤية الناس لأنفسهم عزتهم بأنفسهم عزتهم بهويتهم بلغتهم وفي طريقة نظرتهم للآخر نحن نعرف كل حالة الانبهار بالغرب وبلمط الحياة الغربي وكل الصورة البعيدة عن الواقع التي الشائعة في بلداننا حول طريقة حياة الإنسان الغربي وطريقة سلوكه فهذه الصورة الوهمية في معظم مكوناتها يقارنها الشاب العربي بوضعه وبأحواله التي هو ليس راضيا عنها بأسباب عديدة، أسباب مادية، أسباب الاستبداد الموجود ضعف الخدمات في المقدمة من البلديات ضعف الفرص، رياب العدل فيكون ذلك الانكسار الذي يسبب الهزيمة ويسبب قبول ما يأتي من الغربي أي أن كان أو الإحساس أن الوسيلة الوحيدة التي نخرج من ما نحن فيه هي تقليد الغربي والسير على خطاه أحيانا يتحول ذلك حتى إلى عداء لكل عناصر الهوية تجد من يعادي دينه ويعادي لغته ويعتقد أن نجاته الوحيدة تكون في أن ينتقل إلى الضفة الأخرى، الضفة الغربية وأن ينتقل إلى أوروبا هذا فك الارتباط بالثقافة وبالقيم العربية من قبل شباب عربي هل ترقى إلى درجة أن تكون ظاهرة معممة منتشرة أفقيا وعموديا يعني عموديا بين النخب وأفقيا بين أوساط شرائح الشباب أم أنها هي حكر على نخب معزولة عن المجتمع وعن أخلاق المجتمع وفكره والله هذا مهم جدا من ناحية ارتباط الناس بهويتهم للأسف أقل بسبب سياسات تعليمية سياسات إعلامية التي تهمش الهوية والتي لا تشتغل من أجل أن تكون هناك عزة عند الناس عزة بأنفسهم هي تساهم في مزيد من تحقيم شعور الناس بانتماء وشعورهم بالعزة هذا الشعور الذي تحرس معظم دول العالم الحرة والمستقلة على أن يكون عنصرا أساسيا في الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي وفي التعليم فهناك تأثر عام إلا أن الانسلاح الحقيقي عندنا مشاهد في نخبة قليلة موجودة في مراكز المدن موجودة في المناصب هذه النخبة القليلة هي التي انسلخت عن لغتها وانسلخت عن هويتها وهي عندها ذلك القصص الكاذب كأنها تتعالى عن بقية المجتمع أما معظم المجتمع وخاصة الأرياف وخاصة ضواحي المدن ما يزال الناس أقرب إلى عاداتهم ما يزال فيماسك الأسري أفضل ما تزال عناصر الهوية أقوى هذا أمر يجب البناء عليه لا يمكن استدراكه طيب دعني لو أذنت لأتحول مرة أخرى إلى تونس أو إلى الخرطوم قد أصبح معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الفضل من الخرطوم لاحظنا في السنين الأخيرة أستاذ محمد أن هناك ظواهر انتشرت على جوارح الشباب العربي وأفعالهم أو ما يسميه نستأذم من أخينا الدكتور أنور جمعاوي ما يسميه المتخصصون الاجتماعيون السلوكيات سلوكيات مجتمعية خطيرة انتشار المخدرات بشكل كبير أو المخدرات بشكل كبير الإلحاد إقامة العلاقات بين الجنسين خارج إطار الزواج وغيرها من هذه الظواهر هل يمكن القول أن هذه السلوكيات بالتعبير علماء الاجتماع مردها إلى تنميط الحياة الوارد من تأثيرات وتيارات العولمة أم أنه ناتج عن أسباب داخلية أكثر منها عولمة طبعا بالطبع هناك تأثير ظاهر يعني من العولمة في المدوء يتخفر أكثر من عالم الاجتماع وعلى راتنا أن البلسوك الألماني من سور هيربرد مركوز مركوز قطب مجموعة مركوزه يعني مركوزة بدأ بدأ تتعاري بسلسفة وطبع طبعا وطبعا بسلسفة وطبعا بسلسفة وطبعا بسلسفة وطبعا بسلسفة وغيرها من هذه الظواهر مردها إلى تأثيرات العولمة وهذه عادة نشاهدها في المجتمعات الغربية وهي غريبة في الأصل عن المجتمعات العربية هل مرده إلى العولمة أم لأسباب داخلية متعلقة في بنية السلطة ونمط تطور الحياة في الداخل العربي؟ في نظر أن سببين كلاهما يساهم في إنتاج هذه الظوار فما ذهبتم إليه من تأكيد أن مسألة الانفتاح السلبي على الآخر يدفع البعض إلى تقليد آليا لسلوكات الآخر مثلا خلال مشاهدة أفلام تحرض على العنف أفلام تحرض على القتل من خلال متابعة يعني برامج على الشابكة يعني على شبكة الانترنت فيها الكثير من التحريض على الكراهية أو التحريض على العنف أو مسألة الإدمان على المخادرات أو مسألة التطرح هذه هي تمثل الوجه السلبي للعولمة أنا شخصيا لست من أنصار شيطان العولمة أسلم بأنها إيجابيات كثيرة في مقدمتها أنها تاهمت في تأمين خدمات القرب للإنسان على وجه هذه البسيطة تاهمت في اختصار المسافات وفي اختصار الوقت وفي تأمين التواصل بين الناس يعني يعني صراحة استبقتني دكتور أرور أدخل هذا السؤال إلى ما بعد الفاصل لأسألك عن نسبية الشر أم إطلاقاته في هذه العولمة وأعتذر منك عن المقاطع لأننا يجب أن نذهب إلى الفاصل لنعود لاستكمال هذا الحديث فابقوا معنا مشاهدين الكرام ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم أبدأ من حيث انتهيت مع تونس مع الدكتور أنور جمعاوي مع ذيرة من الأستاذ أحمد سنذهب إليه بشيء من التفصيل دكتور أنور كنت تتحدث عن نسبية الشر في العولمة سأترك لك المجال لتتحدث عن الخير الموجود في ثنايا هذه العولمة بحسب تعبيرك لكن كيف يمكن أن يوجد الخير لدى أمة وهنا أقتبس من الأستاذ أحمد لدى أمة حملت عقلية لرجل الأبيض المنتصر الذي يريد أن يعمم ثقافته على الأمم والشعوب أين تكمن نسبية هذا الخير في ضوء ما قاله فرانسيس فوكوياما الفيلسوف الأمريكي صاحب نظرية نهاية التاريخ الذي يرى أنه لا تطور ولا حياة بعدما وصلت إليه حضارة الرجل الأبيض تفضل أستاذ دكتور أنور فوكوياما مردود عليها من جهة أن المجتمع البشر قائمون على التنوع وعلى الاختلاف في مستوى ثقافاته وحضاراته ومساهماته في استياغة هذا المشهد الحضاري الكوني بالنسبة إلى العولمة فيها وجه سلبي سبق أن نبهتم إليه وفيها جوانب إيجابية لا يمكن أن ينكرها خاصة ما تعلق بيتجاوز فكرة الزغرافية القاهرة اختصار المساعدات تقريب وجهة النظر تأمين التلاقح الثقافي والفكري بين الأمم والأفراد وبين الجماعات والشعوب المساهمة أيضا في الترويج لنموذج التحديث السياسي الذي نحتاج إليه بسياق عربي ما نعانيه من أزمات في السياق العربي وما نعانيه من يأس في سهو الشباب وأحساس بالأحباط يعود في جانب ما إلى أنظمة سمولية تحكم البلاد العربية ولا تسمح لهذا الشباب بأن يعبر عن وجوده وبأن يستثمر طاقاته في الإبداع والابتكار والتفكير بشكل حر لذلك لذلك تحدثت منظمة الأمم المتحدة عن العولمة ذات البعد الإنساني Globalization صحيح نعم دكتور هذا تحدثت عنه الأمم المتحدة Globalization within human face أو with the human face يعني عولمة بوجه إنساني لكن برأيك متى كان للأمم المتحدة صوت بين الدول الكبيرة التي تفرض أجنداتها وتفرض أراءها وأنت ترى أنه ليست هناك مشكلة في العالم حلتها الأمم المتحدة وإنما هي دائما الحل يكون أسيرة وفقات في مجلس الأمن لا أريد أن نذهب إلى السياسة أريد أن أبقى في المجال الفكري وفي مجال العولمة نعم بالنسبة إلينا نحن كعرب نحن باعتبارنا ننتمي إلى هذا العالم من واجبنا في نظري بقطع نظري عن مدى محدودية دور الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات في نظري من واجبنا أن ننخرط باعتبارنا كائنات فاعلة في المشهد العالمي لا باعتبارنا كائنات سالبة أو كائنات استهلاكية في نظري من المهم أن نحافظ على خصوصيتنا الحضارية على هويتنا الثقافية وأن نقدم الإضافة إلى العالم أنت ترى اليوم بأن الكوفية الفلسطينية معروفة في كل أنحاء العالم أنت ترى بأن المنسوجات العربية الدمشقية أو العراقية معروفة في مختلف أنحاء العالم أن الخط العربي فرض نفسه باعتباره شكلاً فنياً جمالياً تعبيرياً عربياً بامتياز يعني بإمكان العربي أن يقدم الإضافة إلى هذا العالم من خلال ما يقدمه من إنتاجات ما يقدمه من إبتكارات يعني الباقي حياني شاهته على التلفزيون يعني شاب تونسي تمكن من اختراع آلة تحول قطرة النداء إلى ماء عبد يمكن أن نسربه ويمكن أن نستفيد به قد يقول لك دكتور أنور قد يقول لك أن تحويل الماء البحر إلى ماء عذب يعني هذا ربما ينسجم مع عذوب التفكير العرب في قضايا ربما يعني الغرب تفوق وتجاوزها كثيراً يعني ماذا يمكن أن ينفع الخيط الدمشقي أو الماء العذب في تونس مع تفوق الاقتصادي والعسكري والسياسي والهيمنة المطلقة للغربيين سأعود إليك لأفسح لك المجال للتحدث بمزيد عن هذه القضية لكن لو أذنت لأنا أعود مرة أخرى إلى الدار البيضاء أستاذ أحمد هل برأيك الآن العولمة صارت قدراً نافذاً لا مرد له وعلى العرب أن يتأقلموا معه بل هي فرصة للمقاومة وهذا بدأ بالكال قاومة أن تأقلم لا مقاومة وتأثير نحن الآن لدينا فرصة للقضاء على حالة الانبهار الموجودة بالنموذج الغربي وخلال الفضح مشاكل هذا النموذج وهذا يجري اليوم أنا مهتم بأن أعرف منك أستاذ أحمد وسائل هذه المقاومة أو تصورك للمقاومة الشباب العربي لتأثيرات العولمة في وقت تخشى فيه فرنسا القوية النووية المصدرة للمنتجات على ثقافتها وهويتها من تأثيرات الأمريكا أو العولمة نعم هذه بلدان العالم تعمل من خلال الدستيرها ومن خلال برلماناتها ومن خلال حكوماتها المركزية والمحلية على حماية هويتها الوطنية هذا ليس موجودا في فرنسا وحدها وإنما في سائل بلدان العالم هناك حرص شديد على حماية اللغة على حماية الدين على حماية عناصر الهوية الوطنية هذا شيء يجب أن نتعلم منه في منطقتنا وأن نضغط نضغط نحن أيضا على حكوماتنا وبرلماناتنا وعلى نخطبنا لحماية عناصر هويتنا خاصة أننا الحمد لله نتوفر على دين على الدين الحق وعلى لغة أوسع لغات العالم انتشارة وتأثيرة نحتاج إلى فعل اليوم نحتاج إلى أن ننشر العزة يعني أن نقاوم حالة الانكساء والهزيمة بالحقاء يجب أن نفتح نموذج غربي هذا يجري حاليا ونقجه طيبة جدا للمدونين وصماع المحتوى في هذا الاتجاه وإحساس العزة وإحساس الثقة هو الذي يمكن من التأثير الآن يجب أن تكون العولمة وصائل التواصل فرصة لنا للتأثير لكن أستاذ أحمد معذرة دعني أتداخل معك قد يسأل سأل الآن من المشاهدين الكرام الذين يتابعون هذا الحوار هل يمكن أن مواجهة الشيء المادي العولمة التي تهيمن على العالم بأدوات مادية اقتصادية مالية عسكرية هل يمكن مقاومتها بمسائل معنوية وشعورية نابعة من الإحساس فقط هو الجانب المعنوي هو الأساس وتبنى عليه الأمور الأخرى بلداننا تتحسن في مجال الصناعة نرى النموذج تورفي مثلا نرى النموذج في شمال إفريقيا حيث أن بلدان شمال إفريقيا حاليا تتجه إلى أن تصدر منتجات كانت تتوردها في السابق المغرب الآن يصدر السيارات هناك تغيير يحدث علينا أن نشجع هذا التغيير وأن ندفع به إلى مزيد من التسارع لدنيا دول اليوم التصنيع في الغرب يتراجع لفائدة الشرق الأقصى ولفائدة منطقة إفريقيا ولفائدة المكسيكو وأمريكا الجنوبية يجب أن ندفع بمنطقتنا إلى مزيد من الإنتاجية إلى مزيد من التفضل ومزيد من الاختراعات وكل هذا يبنى على أساس معلوي سأعود إليك معذرة أستاذ أحمد سأعود إليك لنواصل هذا الحديث لكن علي أن أختم أولا مع الدكتور أنور في تونس كيف يمكن لشباب عربي منكشف سياسيا حضاريا ثقافيا يعيش في بيئة جغرافية مكشوفة تماما للعالم ليس لديها وسائل حماية كيف يمكن له أن يدرك الخير النسبي في العالم الذي ذكرته قبل قليل من غير أن يذوب ويفقد لونه وشكله ومقوماته برأيك سمحت هل بالإمكاني عاد سوال في صدايا هناك صدالة صوت طيب دكتور أنور تحدثت قبل قليل أنت عن الخير النسبي الموجود في العالم وسؤالي هو وأرجو أن تكون تسمعني بشكل واضح الآن كيف يمكن لشباب عربي يعيش في بيئة جغرافية وسياسية منكشفة تماما حضاريا وثقافيا وسياسيا للعالم للغرب للقوي كيف يمكن له أن يدرك الخير النسبي الذي ذكرته قبل قليل الكامل في العالم من غير أن يذوب ويذوب لونه وشخصيته ومقوماته نعم هذا يقتضي في مقام أول حتمية تحسين الذات تحسين الذات يعني ثقافيا فكريا معنويا يعني ما أشرتم إليه سابقا أن الإنسان ليس جانبا ماديا وجانبا اقتصاديا وجانبا عسكريا الاجتماع البشري لا يتعلق بهذه الأمور بحصد الاجتماع البشري يبنى أيضا من خلال تشكيل الأذهان تشكيل الوعي الجمعي وفي نظري أننا في حاجة أكيدة في السياق العربي إلى أن نفاعل دور المؤسسات التي تساهم في تشكيل وعي الناشئة ووعي الأجيال الساعدة وتتوجه مباشرة إلى الشباب نحن في حاجة إلى أن نكثف المحتوى الثقافي العربي الموجه على شبكة الأنترنت نحن في حاجة إلى أن يكون للدولة دور الاجتماعي يجب أن تطلع الدولة بدورها في بناء مؤسسات تربوية ثقافية تعليمية دينية تساهم في تأصيل الانتماء هذا الشباب إلى تربة ثقافية عربية إسلامية معتدلة ومنفتحة وفي نفس الوقت من المهم بمكان أن يمسك الشباب بناصية اللغات وأن يمسك بناصية العلم وأن تكون لديه روح المبادرة حتى يثبت وجوده ويعبر عن كينونته معلوم أن المسئولية هنا موكولة على أصحاب القرار لكنها موكولة إلى الشباب أيضا الذي يجب أن يثق في نفسه وأن يتأهب لكي يثبت وجوده ويقدم الإضافة للمجتمع العربي والمجتمع الكوني عامة طيب جملة من الأفكار طرحها الدكتور أنور وكذلك تحدثت عن فعل المقاومة من جانب الشباب العربي أستاذ أحمد هل الاستجابة لمتطلبات العولم أو مقاومتها وتطبيق الأفكار التي طرحتها وتحدث عنها الدكتور أنور في تونس يتوقف على تغيير في بنية السلطة السياسية في المجتمعات العربية بالضرورة أم يمكن إحداث هذه المقاومة وهذه الأفكار تطبيقها من خلال مؤسسات أهلية شبابية مستقلة يعني أضيف إلى ما ذكره الدكتور أنور أن الفرصة الآن والمبادرة بيد الفرد لأن بيده وسيلة لإيصال الأفكار يمكنه أن يوصل فكرة إيجابية أن يشجع غيره على العطاء أن يساهم في تحويل المناخ العام في منطقتنا إلى مناخ إيجابي مناخ تحدي مناخ يشعر بإمكانية استفادة من التغيرات التي تجري في العالم اليوم هي تغيرات كبيرة جدا سياسية اقتصادية عسكرية أن نستفيد منها منطقتنا لتنتقل من الهامش إلى المركز لأن نعود إلى مركز العالم لكن هذا كلام نظري أستاذ أحمد قد يقول لك قائل هذا كلام نظري أو شاعري رومانسي كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الواقع السياسي المغلق هذا حديث واقعي لكنه ليس حديثا انهزاميا نحن عانينا خلال عقود طويلة من حالة من الانهزامية يجب أن ننفيها تماما التأثير اليوم ممكن بيد الفرد وسائل للتأثير بيد الأفراد إذا نسقوا الجهود بينهم وخصوصا جهود العابرة للقطرية يعني على مستوى منطقة متحدثة بالعربية يجب أن يكون هناك تنسيق تنسيق لكي نقوم بهجمة مضادة على مستوى العالم نثبت فيها أنفسنا الآن الحمد لله هناك أمور كثيرة مبشرة لاحظت حملات لنصرة المسلمين في الهند حملة قوية جدا قبلها الحملة ضد المنتجات الفرنسية بسبب الإساءات لإنبي صلى الله عليه وسلم كل الحملات التي تجريس في العالم العربي وعلى مستوى القطر الواحد وكل هذا النقاش العام الثري وقوي جدا يجب على كل فرض أن يساهم فيه بثقة تامة بالنصر يعني نفس إيجابي أن نترك عنه الخطاب الانهزامي تماما لسهذا وقته وأن ينسق الناس يعني الناس التي تعمل للخير تنسق على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى العالم لكي يكون هناك غذ أفضل لأمتنا لكي يكون هناك حكم أفضل لكي تكون عندنا برلمنات أفضل لكي يكون عندنا إنتاج أفضل نعيد شيئا من العدالة وشيئا من الأمن للعالم هذه مهمة شعوبنا اليوم وهذه مهمة ممكنة بإذن الله وضرورية فليسأل كل واحد نفسه بكم سيساهم وبكم يساهم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد ختما مشاهدي الكرام أشكر ضيوفي الكرام في الدار البيضاء أحمد القاري المدون والكاتب المغربي ومن تونس العاصمة دكتور أنور جمعاوي الباحث في مركز حوار الحضارات والأديان المقارنة في تونس وكانت لدينا مشاركة متعثرة نسبيا مع الأستاذ محمد الفضل الباحث في قضايا الفكري والفلسفة شاركنا عبر الهاتف من الخرطوم شكرا لكم على طيب المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة